اشتركوا في القناة من سيارات رولز رويس الحالية وتمتلك سقفا قماشيا قابلا للكشف خلال 22 ثانية اثناء تحرك السيارة الفارهة بسرعة لا تزيد على 50 كيلو متر في الساعة اما طول هذه السيارة الجديدة فيزيد على 5 امتار ويبلغ عرضها قرابة مترين مع ارتفاع متر ونصف وزودت رولز رويس دون 2016 بمحرك V12 سعة 6.6 لتر مع شاحن تربيني مزدوج يولد قوة 563 حصان و780 نيوتن متر من عزم الدوران ويتصل بسندوق سرعات او جير من نوع ZF اوتوماتيكي من 8 سرعات لتتسارع السيارة من الصفر الى 100 كيلو متر في الساعة في 4.9 ثانية وصولا الى سرعة قصوى تبلغ 250 كيلو متر في الساعة ترجمة نانسي قنقر